واحد مننا لو يحاسب نفسه يقول أنا درست ثنتي عشرة سنة يعني في علوم الدنيا ثنتي عشرة سنة في علوم الدنيا ثم الجامع أربع سنوات يعني هذه يعني ستة عشرة سنة درستها لأجل الدنيا في النهاية شهادة دنيوية كم فرغت من وقتي لأجل علوم الدين ستة عشر سنة أنت تدرس للدنيا كم فرغت من وقتك من حياتك حتى تتعلم دينك تقول له اقرأ القرآن ما يحسن يقرأ كتاب الله ومن يقرأ تجد ما يقرأ بالتجويد طيب يعني ألا تريد أن تقرأ القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تتلذذ بتلاوة القرآن لأن الذي يقرأ القرآن بدون تجويد مثلا ما يشعر بتلك اللذة طيب علم التجويد سهل ممكن تفرغ نفسك يوم في الأسبوع تجلس عند شيخ من شيخ القرآن معلم القرآن يحلمك خلال سنة أقل عن سنة أنت ما شاء الله تجويد القرآن طيب كم حفظ من القرآن أنت ستعشر سنة درس في الدنيا كم حفظ من كتاب الله ممكن جزعا ما ما أتممته تجد إنسان يتخرج ويحصل على شهادات ودكتوراه وهو لا يحفظ قصار السور أليس هذا غبنا خسارة عظيمة تجد إنسان يعني تجد عنده الشهادات العالية يجهل يعني السنن اليسيرة في الصلاة في اليوم والليلة طيب لماذا وهذا الحمد لله العلم تيسرت أسبابه تجد الدروس والمحاضرات في المساجد في وسائل التواصل هذه موجود فيها محاضرات ودروس وعلم ودورات طيب لماذا يعني هذا الأمر ما يحرك فيك كما درست لأجل الدنيا تدرس لأجل الآخرة ثم هذا العلم والله كلما تعلمت القرآن والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعلوم الدينية ترفعك عند الله تزيدك خشية عند الله إنما يخشى الله من عبادي العلمة تزداد خشية تزداد محبة لله تزداد إيمانا يكون لك شغل شاغل في حياتك ف إذن هذا والله من أعظم ما يدفع المسلم الذي بالفعل هو صادق في إيمان يريد الدرجات العالية عند الله يدفعه لأن يبحث أو يدرس هذا العلم الديني وهذا الحمد لله يسير ف إذن هذه رسالة وجهة لطلاب والطالبات يعني عسى الله تعالى أن ينفعهم كما يطلبون علم الدنيا كذلك يحرصون على حفظ القرآن الكريم على تعلم الدين الله بهذا سيجدون خيرا عظيما ليس له مثيل في علوم الدنيا أبدا ولذلك إن شاء الله المجلس القادم نريد أن نشجع أنفسنا على هذا العلم الشرعي العلم الديني فنقف مع بعض الفضائل التي جاءت في هذا العلم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب العظيم أنا ما أقول يعني نريد من كل الناس أن يصبحوا علماء شريعة لا مستحيل لكن لا تجهل يعني الأمور المهمة في دينك أن تعرف كيف تتلو كلام الله أن تحفظ شيء من القرآن أن يكون هذا هم عندك في حياتك كلما تعلمت ارتقيت عند الله تعالى ما تدري ممكن الله تعالى ينفع بك بعد ذلك تقضي سنوات طويلة وأنت تطلب العلم الديني شيئا فشيئا ما تدري ربما يفتح الله لك وينفع الله بك في أمور الدين والدنيا